نروح مع حضراتكم سيادة لواء محمود الفشاوي مدير فرع نادي الأهلي في الشيخ زايد تتكلم على استعدادات النادي الأهلي في الشيخ زايد عن شام النسيم والاحتفالات والأجواء نروح نشوف سيادة لواء قال إيه ونرجع مع حضراتكم سيادة لواء كلمنا النهاردة عن تفاصيل وكواليس استعدادات النادي الأهلي لهذا اليوم الممتع الرائع جامعة الفئات العمرية النهاردة موجودة كلمنا عن استعدادات إدارة النادي الأهلي النهاردة لاستقبال أعضاء الجامعية العمومية هو النهاردة ان شاء الله يوم طبعا زي ما احنا عالفين يوم الربيع الشعب المصري كله بيخرج وبيقصد الأندية والنادي الأهل فرع الشيخ زياد قال لي نصيب الأكبر من تواجد الأعضاء احنا ملنا استعدادات أولا مع المدير الأمن أنا كلمته وقلت له خطة استراتيجية للأمن مع مدير الخدمات يعني الأستاذ نوبا بوزيد وقلت له على موضوع التجهيزات الإدارية للأعضاء مع المهندس إسلام المهندس الصيانة اللي هو كان شاركنا في كل حاجة بتجهيزات الشماس والمقاعد بتاع الأطوال مع الأستاذة ميرفد مديرة العلاقات العامة اللي هي نظمة البرنامج فاحنا عملنا خطة استراتيجية لكل حاجة النهاردة بدأنا اليوم من الساعة ستة جوم ناس من روادي النادي الأهلي اللي هم معتدين يقضوا اليوم في فرع الشيخ زايد وكانوا فطروا وبعدين بعد كده عندنا كان حفلة للأطفال أحياها الأستاذ طلعت عطية وكانت حفلة مبهجة بعد ذلك فيه ورشة فنية للأولاد شغلة وشوع رأيس الأولاد وأراجوز واللي انتوا شايفينه بيحتفلوا به دلوقتي كل الحاجات دي كلها تم تكيزها وفي حفلة رئيسية إن شاء الله من الساعة ستة السبعة أتحييها الفنانة رانا سامحا إن شاء الله النهاردة لقاءات اللي عملناها مع عضاء جمعية العمومية للنادي الأهلي كلها شكر وامتنان وسعادة من إدارة النادي الأهلي واستقبالهم النهاردة بالشكل الأمثل أكيد ده بيعكز نجاح إدارة النادي الأهلي النهاردة في التعامل مع عضاء جمعية العمومية وخليت عمل النهاردة كبيرة جدا على الرأسها السيادة اللي هو محمود الفشاو النهاردة فرق الشيخ زايد هو طبعا إحنا هدفنا الأساسي إسعاده العضو وبعدين وده كان في برنامج الحملة انتخابية بتاع مجلس الإدارة وكان الكابتن الخطيب تملي بيقوله إحنا هدفنا إسعاده عضو والنادي الأهلي فإحنا العضو إحنا عايزينه نظره على كل حاجة حلوة يسمع كل حاجة حلوة خدمة مميزة لي حفلة يسعد بيها في الآخر يطلع سعيد إحنا إن شاء الله من أعضاء النادي الأهلي وبنحب أعضاء النادي الأهلي وعشان كده صخرنا المنافس كمان ليهم إيه طلباتهم إيه اللي احتياجاتهم إيه الحاجات الفلكرورية اللي تدخل عليهم سعادة وبهجة فطبعا هذا الكلام هو حاسس بالمجهود اللي بيبذر من إدارة النادي الأهلي وطبعا إحنا بشكر في هذا الموقع الأستاذ محمد مرجاني مدير التنفيذ لنادي الأهلي اللي بيلبي كل طلباتنا وكل رغباتنا فإحنا إحنا هدفنا إسعاد عضو النادي الأهلي وده فعلا اللي إحنا جهزنا لي إنه هو ييجي يلاقي كل حاجة هي تسعاده بيسر بسلاسة بسعادة بخدمة يحس إن الناس في النادي هنا قامين على راحته فهو ده كان هدفنا وإن شاء الله الحمد لله زي ما أنت بتسمع من أعضاء النادي الأهلي إنهم سعداء بالتنظيم سعداء بالاستقبال سعداء باليسر إحنا قبل ما العضو هو جاي بتاع الخدمات عينه عليه هيعد فيه طب إيه احتياجاته يلبها له على طول بتاع الأمن هناك بره في يسر إيه احتياجاته العضو يلبها العطول علاقات العامة أي لبها العطول كل هذا الكلام إحنا عددنا لي وبنشكر التيم العمل بتاع الفرع الشيخ زايد اللي هم إحنا إن شاء الله بنعمل كاتيم وورك كل مدير النادي ومهندس الصيانة كلهم بصراحة على قلب رجل واحد والدكتور محمد عبد الله مدير مجمع حمام السباحة وكنا عاملين قبلها أول مبارح أكوا بارك في ده برضو باحتفالات عيد الربيع أكوا بارك في حمام السباحة فالعضو حاسس بها بالتغيير حاسس بالفرق حاسس بالسعادة حاسس بها في قلبه ده هدفنا أفلني على كل الموضع أفل 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 أفل